الماء أحد أهم الموارد التي أفتقدها عدد كبير من المهاجرين والنازحين في العالم ونتيجة عدم توفره في أغلب الأحيان قد يكون ذلك سبباً أساسياً في معاناة للاجئين تؤدي إلى وفاة البعض منهم بالإضافة إلى ذلك تعد المياه الملوثة سبباً رئيساً لانتشار الأمراض تلك الأزمة تزايدت في الآونة الأخيرة مع ارتفاع موجات الهجرة والنزوح حول العالم حيث يجبر الآلاف أحياناً على الانتقال إلى دول أخرى أو إلى الحدود القريبة لبلادهم مضطرين إلى الفرار هرباً من الصراع أو الاضطهاد أو الإرهاب أو انتهاكات حقوق الإنسان وبعضهم ينزح بسبب آثار تغير المناخ والعوامل الطبيعية والبيئية الأخرى حسب ما جاء في تقارير الأمم المتحدة وعلى الرغم من تقديم المساعدات من مختلف الدول بالإضافة إلى الأمم المتحدة ما زال هناك آلاف المهاجرين بحاجة ماسة للماء ولا تتوقف هذه المأساة إلى هذا الحد فحسب إنما تكمن كذلك في صعوبة وصول المهاجرين إلى دول تتوافر بها المواد الغذائية والماء فالأغلب يصلون إلى دول تتعرض بالأساس إلى أزمات جفاف وفقر ولا تستطيع توفير احتياجات المهاجرين ما يزيد الأمر تعقيدا فيما لا تزال أعداد المهاجرين أو النازحين في ارتفاع حيث بلغ عددهم في نهاية عام 2022 رقما قياسيا يبلغ 108 ملايين وأربعمائة ألف شخص حسب ما أعلنت الأمم المتحدة فيما تناشد الأمم المتحدة مرارا وعبر تقارير رسمية بأحقية المهاجرين والنازحين في الحصول على المياه النظيفة لضرورة تقديم يد العون لتوفير بيئة آمنة تستوعب المهاجرين